السلام عليكم وإهلا بكم في حلقة جديدة من انجلش اكسبرس إن شاء الله النهاردة معنا الشرح المميز جدا لسبع أزمنة في اللغة الإنجليزية تابعوا معنا طبعا علشان تفهم الشرح ده لازم تعرف إن اللغة الإنجليزية الجملة الفعلية فيها بتتكون من 3 أشكال فقط الشكل الأول إن يبقى عندك فاعل وفعل مساعد ومفعول الشكل الثاني إن يبقى عندك فاعل وفعل أساسي ومفعول الشكل الثالث والأخير إن يبقى عندك فاعل زائد فعل مساعد زائد فعل أساسي زائد مفعول لو حفظت الثلاث أنماط دول مش هتلاقي نفسك عندك مشكلة خالص في أنك تفهم أي زمن أو تركب أي زمن في اللغة الإنجليزية تعالوا نشوف مع بعض الشكل الأولاني عباره عن أنك بتحط فاعل وفعل مساعد ومفعول خلي بالك معي لو قلنا تمام؟ هي ده الفاعل بتاعنا طبعا الفاعل هو أي فاعل كان عاقل أو غير عاقل مذكر أو مؤنس تمام؟ زائد الفاعل المساعد بتاعنا هنا أم و إز و أر وز وير هز هد ويل كان شود مست كل ده اسمها أفعال مساعدة خلاص كده بنقول مثلاً هي إز إن لندن أم و إز و أر معناها يكون هي إز إن لندن خلاص أو شي إز إن لندن النفي بتاعها شي إز إن لندن هنا بنعمل جملة وصفية بأم و إز و أر I am a doctor I am not a doctor We are doctors تمام؟ We are not doctors خلاص هاز و هاذ لما بيقوا في الجملة بيبقوا بمعنى يمتلك We have a car عندنا عربية We don't have a car She has a party She doesn't have a party أوكي؟ تمام؟ was we where بتيجي بمعنى كان أوكي؟ مثل ده بنقول he was a liar هو كان محامي ده بيبقى ماضي ماضي بسيط he was a liar خلاص كان محامي في أفعال نقصة بقى بمعنى I can't swim I can't swim I will travel I will not travel كان بمعنى يستطيع will بتستخدم للمستعمل التركيبة الأساسية التانية فاعل وفاعل الأساسي هنا مفيش بقى am we use or was where لأنا عندي أفعال أساسية يعني أفعال لها معاني مختلفة زي go play وهكذا they go to school ده مضارع بسيط they don't go to school she plays basketball she doesn't play basketball مضارع البسيط مضارع البسيط أو أي فعل في المصدر أن فيها don't لما أضيف للفعل s بن فيه doesn't وأرجع الفعل في المصدر ورا doesn't she doesn't play أوكي خلاص لما أقول I play tennis يبقى أنا كده حطيت الفعل فين في الماضي وأضفت له ed في الحالة دي إنه في بتاعه يبقى I didn't play بتنفي أي حاجة فيها ed في الماضي we didn't زائد الفعل وراها بنرجعه للمصدر I played tennis I didn't play tennis we bought a house we didn't buy a house هنا عندي boat يعتبر فعل من أفعال في الماضي ولكنه فعل شاز مش بياخد ed فبنحفظ إن buy يشتري الماضي منها boat خلاص ونكتبها في الماضي we bought ولما نيجي ننفي نقول didn't ونرجع الفعل من boat ل buy we didn't buy a house تمام ولما نيجي نسأل بنسأل did did you buy a house تمام وكي we are cooking dinner we aren't cooking dinner احنا هنا استخدمنا am is و are تمام زائد فعل أساسي دفنا له ING يبقى التركيبة دي بتقول فاعل زائد فعل مساعد زائد فعل أساسي زائد مفعول we are cooking dinner we are not cooking dinner بنستخدم ام ويزوار والفرب في ING دا زمن اسمه مضارع مستمر بنستخدم ووزوار زائد ING دا زمن اسمه ماضي مستمر they were celebrating the graduation they were not celebrating the graduation he was driving at the high road he wasn't driving at the high road she has cooked dinner دا مضارع تام بنستخدم هاذ وهذا في التصريف الثالث i have gone to work وأخيرا الماضي التام she had taken the tickets she hadn't taken the tickets خلاص دا كده شرح كل الأزمنة بشكل مبسط جدا فاضل بس ان احنا نعرف كل زمن بيعبر عن ايه المضارع البسيط بيعبر عن حقيقة او عادة للاشخاص او وصف عام لنا بنحب ايه وبنعمل ايه الماضي البسيط بيعبر عن شيء حصل في الماضي وانتهى مضارع المستمر بيعبر عن شيء بيحدث الان او حالة مؤقتة الشخص عليها زي بتدرس ايه الترميدة مثلا او لابس ايه النهاردة الماضي المستمر بيعبر عن شيء حصل في الماضي بس كان مستمر الفترة المضارع التام بيعبر عن شيء انتهى في الماضي ولكن تأثيره مازال الى الان او بيعبر عن شيء حدث في الماضي بدون وقت محدد معلوم بالنسبة لنا الماضي تام بيعبر عن شيء حدث في الماضي ولكنه أبعد من الماضي البسيط يعني هو أخو الماضي البسيط بس أبعد منه تمام؟ إذا عجبكم الفيديو ده لايك وسبسكرايب للقناة وإن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة من English Expert وسلام عليكم